عاجل بن سلمان يكشف فضائح الرئيس اليمني ونائبه ومدير مكتبه ونجله جلال في السعودية تفاصيل صدمة. للمزيد من الاخبار لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الاخبارية اخبار اليمن لحظة بلحظة. شفى خالد سلمان مساء اليوم عن فضيحة مدوية تطارد رئيس هادي ونجله جلال عبدربو ونائب رئيس الجمهورية علي محصن الاحمر ومدير مكتب الرئيس عبدالله العليمي المقيمين في المملكة العربية السعودية. ويعد علي محصن الاحمر الجناح العسكرية لتنظيم الاخوان حزب الاصلاح وعبدالله العليمي مدير مكتب هادي المكلفة بمراقبتها لواستصدار القرارات السياسية والعسكرية التي تخدم مصالح الاخوان. وقال السياسي اليمني خالد سليمان في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك رصدها الموقع ان اربعمائة وتسعين مليون دولار عائدات نفط خلال اشهر فقط تم تهريبها الى بنك خارجي من ميناء النشيمة في مديرية رضوم الواقعة في محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة الاخوان. واكد خالد سلمان ان هذه المبالغ تقاسمها محصن والعليمي وهادي وجلال واشار مختتما تدوينته الى ان شبوة المحافظة الاغنى المحافظة الافقر. ويعاني سكان مديريات محافظة شبوة ارتفاعا كبير في اسعار النفط حيث بلغ سعر القالون الواحد من البترول تمانين وعشرين الفا وخمسمائة ريالا يمني وسط ارتفاعا جنوني لاسعار المواد الغذائية.